اشتركوا في القناة لان ببساطة اللي بيهتم بكل ده هي ست في العموم الراجل بالنسبة له فرحه وبدلته والحلق بتاعه وشكرا عايزة كام خدي اشتغل انت مع نفسك بقى فاحنا النهاردة نحاول نسهل المواضيع شوية ندي شوية تريكسات كده حلوة للناس المقبلين على الزواج يقدروا يعملوها في افرحهم وننخلل الموضوع حلو بشكل كويس مع ودنك بلينا الفاطمة مسلم نورتينا وصباح الفل صباح النور فاطمة احنا وصينا بوجودك معنا النهاردة خصوصا لان يعني زي ما بتقولك كده الناس بتبتدي موسم الزواج بتقول علي التزاوج موسم بقى الناس الافراح يعني خلينا نقول علي موسم افراح فيه ناس كتير بتقبل على موضوع الناتام الفرح كبير مع ان احنا بنشوفها السوشيال ميديا طبعا يا فاطمة افراح كبير جدا وضخمة جدا اخرهم فرح كان شهير جدا في الاهرامات فيه ناس كتير بتقبل على النوع دم الافراح ويجيبوا ويدنك بلانر ويعملوا ويزبطوا ساتب وحاجات كده بيحصل اه اه فيه اه لسه فيه لسه فيه لو اتكلمنا بقى على الوقت هل فيه وقت معين المفروض ان انا ابدأ احضر يعني فيه ناس بشوفها بتحضر للفرح بتاعها من قبلها بربع خمس شهور وناس تانية بتزنوا نفسها اخر اسبوع فالمفروض المعادل سليم اللي اقدر اطلع في حاجة ترضيني وترضي كل الناس اللي تمام بتواجده وانت كمان كويدنك بلانر تلحقي تعملي الساتب بتاعك وتعملي الرؤية بتاعك هو بيفرق على حسب حجم اليفنت وهما يعني الفرح وهما حابين يعملوا في ايه في مثلا حد لو اعيز يعمل سليبريشن صغير يبسطوا ويوفنوا مع بعض فقال لهو مش فرق مع ما كان معين مش فرق معا دي جي معين مش فرق معا دي جي معين مش فرق معا دي كور معين بيحب دي كور معين بس اللي هو فلاكسبل يعني ممكن نعمل ايه حاجة في دي كور ده وعيز بودجت كبير جدا بودجت ضخم جدا اه لا لا بودجت خلاص عدت طب ورجالة بيدفعوا الحاجات دي بس دلوقتي بقى الماركت مقسوم حاجتين يناس بتدفع قوي الحاجات دي يناس بدأ بقى تروح لحاجات اصغر اللي هو زي ريسابشن زي ميني ويدنج زي كب تكام ويغن فيه بيحتاجوا برضو ويدنج بلانر في الموضوع ده اه بيحتاجوا في الريسابشن وفي الكلام ده اه بيحتاجوا بس طبعا الشغل بيقلب كتير البودجت اقلب كتير الوقت اقلب كتير اقلب ايه مثلا يعني لو نقول فيه اتنين دلوقتي جيين لك بيقوللك فاطمة عاوزين نعمل فرح محندق على قدينا فاميلي بس عاوزين نعمل ديكور امور ولطيف واحنا نفرح عشان الصور وكده ممكن يتكلفهم قدي يعني مثلا الريكوست زي ده بيجي كتير اوي في الخطوبات اكتر ممكن تبقى في جاردن في البيت عندهم ويكونوا بس عايزين ساتب والديكوريشن وحتى لو في الجاردن برضو بنسمع ارقام ما كتلسة اقولك حاجة زي دي مش تبقى قال مثلا من 40-50 لعدد قليل 40-50 كم عدد لا لا بديك او يا سنونش كفتة اي حاجة لا اي حاجة ده بس الديكور 50 الف جنيه جس ديكوريشن لجاردن طيب والترابيزات والكارس ينصن كفتة لا ما هي معاهم معاهم اه هيبقى مسلا عدد قد ايه يعني هو برضو بتبقى الدنيا فلاكسبل شوية بس ممكن فرينج ميت واحد مية يعني ده الماكس مم اه ممكن مية مية عشرين ميت واحد رح بنكلم على ديكوريشن بسه بنكلم برضو على مكان لأ انا معنديش جاردن مسلا فانا لا لا يشرف الشارع يعني واجيب وينجت لنا معنى عند الوقت يمعنديش جاردن فانا عايز مسلا مكان قاعة او اي مكان يسمح با مو ده بقى هاتت فاق مو انا بكلم بقى لا بالعكس هيبقى قل انا كنت لسه اقلوك في اماكن قريدي بتبقى سابتة بتبقى جاردن مسلا بالساتف بتاعها كارسي والتربيزات بالذيكوريشن معين افتت شرطة تبقى قل لا غير كده هي الحاجات بتبقى بتاعتهم قريدي فانا كل مرة بطلع هي نفس الحياة طب مسلا هي دي قاعة مسلا ولا ده بيت ده بيت ايه ده يعني احنا ممكن نبقى ريسابشن بيتنا ده بيت اه اوكي والبيدي ده كان فيه بفور وافتر انت اللي عاملة ده الله حلو قوي ده القلعة طب ده بقى وهو في البيدي ده برضو ما كانش فرح ده كان بخطوبة لا ريسابشن وكتب كتاب كده وفي الاخر بيغنوا لكن ما كانش بقى فرح وبو فيه لا يعني ما كانش بالمعنى طب والحاجات دي بيكلوش فيها لا بيأكلوا بس بقى ده تطلع فينجر فود هاي تي حاجات كده مش أكل 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 ده بجة تانية لوحدة طب ده فيند الألعاب ايه شوفتي الألعاب هاي تقريبا تريند الفاترة اللي فاتت والأفراح بتاعي تبقى شكلة حلو بمسر الله أماكن هستوريكال كتير قوي ده لا تطلع في مصر حلو قوي طب فاطمة بأن احنا بنتكلم بقى الحاجات الريسابشن بتاع الناس اللي هي دلوقتي وده حتى نعمل كنا بنتكلم قبل الهوى إن بقت الناس بتفكر أنا هعمل فرح ليه واجيب الناس معرفهمش يعود يبصوا علي ويعود يونسوا في العاملين وفي الأخر بيجبوش حاجة والله فهنسافر بس في نفس الوقت برضو الأهل وأقرب الأقربون عايزين يفرحوا بي عايزة أعمل حاجة كده إيه صغنانة فإيه الاقتراحات بتاعك أول حاجة أنا عندي كده وجهة نظر في الموضوع ده يعني إحنا نعمل حاجة مش لازم عشان تبسط الناس يعني تبسط مع اه يعني إحنا نعمل لما حد بيجي يقول لي مثلا إيه الترند أنا عايزة أخد حاجة زي الفرح ده زي الفرح ده إتس أوكي يعني ده option موجود ممكن نعمله أو تعالوا نفكر إنت بتحب إيه نكاستمايز حاجة معينة إنت بتحبها بالزبط إيه أكتر فكرة مجنونة عريزة أو عروسة جولك بيها وقالولك فاطمة إحنا عاوزين نعمل فرحنا بالشكل ده كانت حاجة إنتي حساها إنه إيه دقيق جتلون من فكرة إيه كان في مرة خطوبة كان عاملنا كلها hot pink يعني كنا جايبين كل الكوفرز وحاجات فوشيا الورد كل ألوان وكده هي العروسة بتحب أكيد لون فوشيا جدا أيوة أنا برضو على فكرة ما كنتش في الأول بتفكر عني عم تقولي بحب اللون ده بس غريب مش عارفة الناس هتقول إيه فأب أحب اللي راح تجمل كان مورنين كان بالصبح وكمل لحد بالليم وكمل بس هو بالصورتين كان الصبح عشان آه البرضو الولكام درينك أو المكان التورتة والكلام نالي شفت بيحط بيتزا مثلا سندرشان ترجر في الحاجات دي مرضو نسا آه شفت حاجات غريبة ويتكلوا يعني قهوة مثلا بدل شربوت اللي كنا أنا أعرف أصلا أه لا كانش على أيامي بس أنا كان على أيامي إيه بقى يا فاطمة التورتة لا معلش لو سمعت خليك في حالة نقص كلام ده بالتليفزيون نقص زعوة أيوة منطق فاكرة كي ده الكلام التورتية اللي العريس والعروسة يمسيكوا السكينة كده بأيدهم والنبي لو معنا صورة يقطعوها لسه ماتنين وكل واحد دي يدي شوكة والحركة بقى الرخمة الحاجات دي لسه نحاول اللي هو أي جماعة بقى نددوا آه يعني مغير أخسر فيك عقلي بلوك والله على الهواء طب استور استور العروسة تمام فيها كده اللي قدي تغير بقى بقى شفر حاجة تغير بقى شفر في ستوديو بقى 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 دي تصوروا أو الدور في جنين في بحر الحاجات دي بقى تاخد دي الموضوع من A to Z من بدايته لنهايته يعني من الديكور للأكل للفوت سشن للقوافير للمايك أب أورتس ولا ما بتتدخليش يعني في حاجات لا بس هقولك على حاجة الويدن بلانر عامة المفروض دي يعمل كل حاجات دي مفروض بس احنا الكونسلت عندنا في مصر فمصر مختلف هو ماشي أكتر انه هو يعني التايتل بتاعه ويدن ديزاينر ان احنا بنعمل الديزاين بتاع الفرح ايجورشن بتاع الفرح مش البلان اه يعني مثلا 7% بيعملوا الديزاين بس في ناس تانية بتممكن تعمل حاجات لي علاقة بالفرح لكن ملاقش علاقة بالميكاب وارتستو كان بس يعني عشان احنا في الفيلد فانا ممكن حد يسألني فببعت له لست فتوغرفرز ميكاب وارتستو عشان سهل عليك اكتر او في نقطة ما اه بس دلوقتي يعني انا عندي مثلا سيرفز زيادة ان انتو لو عايزين حد بيعمل الابنينج فانا بيكون حد من عندي في التيم متخصص بان هو مليون كله فالحاجة اكسترا موجودة لان ده الاصل لكن احنا اللي ماشي عندنا الديكوريسي الديكوريسي طب الفاير ووكس خاطر دي مهمة والناس كتيرا خصوصون افرح ايوا يكوني بتستخدميها لا بس اقولك على حاجة في ناس بتحبها انا عم احب على شكل الفاير ووكس وانا عم احب اشوفها في السابق ولكن الموضوع نسبالي مرعب 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 جدا خصوصا لو حاجة غلط خطورة مش تبعية انا ببقى قاعدة متوجسة يا ربي الفرح يخلص على خير بعد كل الفاير ووكس دي خلاص يعني يعني مش كده يا جماعة بس اقالك على حاجة الموضوع بالزادة في بورروم في مكان مقفول غلط جدا خطر جدا لازم يبقى بنسبة معينة والموكات حاجات بروش وكمان حاجات معينة سيفتي وكده ومرة حصلت موضوع كبير و بورروم كلها تحرقت في مصر بسبب نفس الموضوع بزبط بزبط وكمان بي طبعا اصلا يعني الماشين نفسها اللي بيطلع على الفاير ووركس طبعا بيه دادن عن الفرح هو اللي الفاكس بتاعها هو اللي ما بيمشي بيوصل للفرح لك ممكن يعني ايه قزل شوية كده بالمستوى مش 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 ماشين بقى شماريخ شماريخ طبعا محبت الشماريخ شماريخ دي الاساس الاساس الشماريخ الماشين بقى دي حاجات مستحدثة لسه على عالم فاير وورك المشاهدين ان هم يعملوك خطر جدا 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 يعني كنت ممكن زمان يجبسي شماريخ اينا انا شفت منظر روح يلعب بشام روخ كنا ده كمان انا انا شفت منظر كمان الناس بتحط الشماريخ في بقىها وبتبدأ ان هي مسلا ايه ترقص بيها وتاعة ده ممكن وده كتير ده مش افراح مالاش علاقة بالكاتيجري بتاعت الفرح افراح كتيرة مهمة مش بالناس بكده بيجي لهم حالة من بالفاير ووركس لا والناس الزفة بتدخلي في الزفة برضو الزفة بقى ويفتحوا البيبان العربية نفتلك الزفة كده وفتح بقى البيبان ديابو عن ايه ورس كده الرسل خلي بالك ده مكلور مصري اصوعة ده احب الحاجات دي احب الحاجات دي قوي ممكن تقترح حاجة مجنونة على عميل انا اكتر بحب الحاجات الكلاسي في شغلي لو حد بقى هو انتو الحاجات دي اشجعوا يعملها لكن انا ما اكترح حاجة لكن لو حلقيت حد شخصيته انا بحب اقوي داي من الفرح يبقى شبه البرسناليتي تايتو فالهو يلا امكن اعملها لكن انا احب الحاجات دي طب حلو قوي طيب فيه لسه اقبال زي ما كنت بقولك في اول سؤال انت تهربتي منه الناس اكتر بتقبل انها لانا الفلوس دي اروح اسافر بيها وما روحش اعمل فرح يتجاج علي فيه طول وقت الناس بتتجاج وتططحكم علي وتطط تعلق على فلسطيني اللي مش هيعجبهم وبصيتي اللي مش هتعجبهم وعريسي اللي بقى رأس مع امامته مرأسش معي اللي مش هيعجبهم ونروح ونسافر ونريح ده ما اقول فلوس دي احنا اقول بيها الفكرة ده بقى كتير يعني هل انت حاسة ان الافراح فكرة الافراح في مصر ما بقيتش واخد حقها زي زمان فرح ده كان حاجة اساسية في الاسرة مصرية ده حقيقي بس انا هقولك انا بشتغل مع الناس اللي هي حابة تعمل الفرح الكام كام اه بيخلكي تشوفي هل انت بيجي افراح كتير فانت يجي بس ممكن زي ما قلت انه ما بقى اشوف يعني فيه ناس قاوي بتحب تعمل افراح كبيرة ودلوات الفرح بقى ايفنت يعني مجر بروداكشن مهول اللي مالك بتحطيلي بجت وبعد كده واحنا مع بعض وانت بتحطي البلان طبع طبع ففيه ناس باقت بتكبر او اليفنت بس الاكتر ان الناس باقت بتيجي تعمل مثلا كب الكب وريسابشن وميني ويدنج ففيه ناس لسه بتيجي بس ممكن حجم الافراح بقوا بيطلبوا حاجات مختلفة واصغر بس الموضوع في الوقت الاخر الافراح يا روحب بيبقى موضوع يجي يتكلم عن الافراح ويتكلم على الحاجات دي واكيد انت تبقى ان انت بتشاركي في فرحة ناس كتيرة جدا بتزدق بعد من الفرح يخلص والميزيك تشتغل او بحيث ان الفرح حد بقى اعرفه يعني فاطمة مسلمت ورتينا واسعفتنا ورتينا بالكلام عن الافراح ونتمنى من كل الناس ان يا ربنا يا رب يكتر افراحكم يا رب ويعملوا بنصايح فاطمة والريسابشن صغير في الريسابشن عندكو في جنين بيتكو كل حاجات صغيرة دي وفاطمة موجودة هتصايبكو وفاطمة بتبخالي على حد بأي حاجة بجد اللي عاوز اي حاجة يبعط لفاطمة على طول على صحته هي هترد عليكم وتساعدكم في كل الافكار تمام؟ اكيد شكرا فاطمة مسلم تعالوا نطلع فاصل وبعد فاصل نرجع لكم باخر فقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة